اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسنتم هيا بنشاط وحيوية لنبدأ بالدرس بداية سأطرح عليكم المثال الآتي هيا لنبدأ بالقراءة لنفترض أن وليدا يريد عرض 24 بيضة في كرتونة بيض يتزع كل صف في كرتونة البيض لست بيضات الى كم صف يحتاج وليد ليعرض البيضات انظروا وليد يريد عرض 24 بيضة في كرتونة البيض وكل صف يتسع لست بيضات كم صف إذن؟ كم صف يحتاج وليد لكي يعرض جميع البيض الموجود لديه؟ هنا يجب أن نقسم 24 تقسيم 6 ولكن هل تعرفون كيف يجب أن نقوم بالعمل لكي نجد ناتج 24 تقسيم 6؟ ماذا نفعل هنا؟ سنفكر جيدا أحسنتم ونجد حقيقة من حقائق الضرب التي تتعلق بعملية القسمة الموجودة لدينا هنا 24 تقسيم 6 هيا لنفكر قليلا ما هو العدد الذي إذا قمنا بضربه بالعدد 6 يكون الناتج لدينا 24 هنا نحتاج إلى أن نعود إلى عامل الضرب 6 لكي نجد الناتج عامل الضرب 6 هل تذكرتموه؟ عليكم العودة إليه الآن هيا لنبدأ ما هو العدد الذي إذا ضربناه بـ 6 كان الناتج 24؟ 1 ضرب 6، 6 2 ضرب 6، 12 3 ضرب 6، 18 4 ضرب 6، 4 ضرب 6، 24 4 ضرب 6، 4 ضرب 6، 4 ضرب 6 ومن هذه الحقيقة يمكننا أن نجد ناتج القسمة 24 قسمة 24 أو يمكننا أن نضع 24 على درج القسمة هل تعرفون درج القسمة؟ إنها درجة صغيرة يقع تحتها المقسوم وفوقها جانباً على اليسار المقسوم عليه أما في الأعلى فنضع الناتج وبالتالي يحتاج وليد إلى أربع صفوف لأن 24 قسمة 6 تعطينا أربعة انظروا هذا هو درج القسمة هل نظرتم إليه؟ هنا نضع المقسوم وهنا نضع المقسوم عليه أما الناتج فأين نضعه؟ أحسنتم نضعه هنا في الأعلى المقسوم والمقسوم عليه والناتج هذه هي درجة القسمة انظروا هنا لدينا مثال آخر في القسمة على العدد سبعة أيضاً هنا يريد وليد وضع 49 بيضة بالتساوي في سبع صفوف ما عدد البيضات في كل صف؟ بذات الطريقة يجب علينا أن نقوم بقسمة 49 تقسيم سبعة 49 تقسيم سبعة كيف يمكنني أن أجد الناتج هنا؟ هيا لنفكر قليلاً ما هو العدد الذي إذا قمت بضربه بالعدد سبعة كان الناتج 49؟ أيضاً هنا نحتاج إلى حفظ عامل الضرب سبعة لكي نصل إلى نتيجة القسمة نضرب العدد سبعة بسبعة سبعة ضرب سبعة 49 فأيضاً هنا يمكننا ربط القسمة بالضرب 49 قسمة سبعة تعطينا سبعة لأن سبعة ضرب سبعة 49 يمكننا أيضاً وضع التسعة وأربعون على درجة القسمة كما هي موجودة أمامكم منظروا إليها هنا 49 قسمة سبعة التسعة وأربعون هي المقصوم والسبعة المقصوم عليه والسبعة في الأعلى هي الناتج سبعة ضرب سبعة 49 تسعة وأربعون قسمة سبعة تعطينا سبعة وبالتالي سيضع وليد سبع بيضات في كل صف أيضاً هنا مثال آخر على ذات الطريقة التي قمنا بحلها سابقاً 48 قسمة ثمانية علينا إيجاد العدد الذي نقوم بضربه بالعدد ثمانية فيكون الناتج ثمانية وأربعون بماذا نضرب العدد ثمانية لكي يكون الناتج ثمانية وأربعون عليكم العودة إلى عامل الضرب أيضاً ثمانية هنا 6 أحسنتم 6 ضرب ثمانية 48 أو 8 ضرب 6 48 48 قسمة ثمانية تعطينا 6 وهكذا يمكننا إيجاد ناتج أي عملية قسمة سواء على العدد 6 أو 7 أو 8 أو حتى 9 أو أي عامل آخر من خلال التوصل إلى حقيقة من حقائق الضرب المرتبطة بعملية القسمة عندما تتمكنون من حقائق الضرب تستطيعون حل أي عملية قسمة وبكل سهولة أيضاً لدينا هنا لدينا هنا الآن مثال أخير للقسمة على العامل 9 أيضاً أيضاً هنا لنفترض أن معك 72 بطاقة بريدية لأنواع الطائرات وأن كل صفحة من دفترك تسع لتسر بطاقات ما عدد الصفحات التي تحتاج إليها؟ لتلصق عليها تلك البطاقات أيضاً هنا عليكم قسمة 72 على 9 بذات الطريقة التي قمنا بها سابقاً يجب عليكم التوصل إلى حقيقة من حقائق الضرب المرتبطة بعملية القسمة بماذا نضرب العدد 9 فيكون الناتج 72 8 أحسنتم العدد 8 9 ضرب 8 72 فإثنان وسبعون قسمة 9 أيضاً تعطينا ثمانية أو يمكنكم كتابتها أيضاً على درجة القسمة 72 المقصوم 9 المقصوم عليه وثمانية في الأعلى هي الناتج وبالتالي فأنت تحتاج إلى ثمان صفحات لدينا هنا بعض التمرينات هيا لنجد ناتج القسمة سوياً التمرين الأول ثمانية عشر قسمة 6 انظروا إليها إنها مكتوبة على درجة القسمة ثمانية عشر قسمة 6 كيف نجد الناتج؟ أحسنتم نبحث عن حقيقة الضرب المقصوم عليه هنا هو ستة بماذا نضرب العدد ستة فيكون الناتج ثمانية عشر ثلاثة ثلاثة ضرب ستة ثمانية عشر أحسنتم التمرين الثاني ثمانية وعشرون قسمة سبعة بماذا نضرب العدد سبعة فيكون الناتج ثمانية وعشرون أربعة لأن أربعة ضرب سبعة ثمانية وعشرون التمرين ثلاثة ستة قسمة ستة بماذا نضرب العدد ستة فيكون الناتج ستة واحد لأن قسمة أي عدد على نفسه تعطينا الناتج واحد فواحد ضرب ستة أيضا ستة فالناتج هنا واحد التمرين الرابع ثلاثون قسمة ستة بماذا نضرب العدد ستة فيكون الناتج ثلاثون خمسة لأن خمسة ضرب ستة ثلاثون التمرين الخامس اثنان وأربعون قسمة سبعة بماذا نضرب العدد ستة فيكون الناتج اثنان وأربعون سبعة نعم لأن سبعة ضرب ستة اثنان وأربعون التمرين السادس تسعة تقسيم تسعة مرت معنا سابقا قسمة أي عدد على العدد نفسه تعطينا الناتج واحد تسعة تقسيم تسعة واحد التمرين السابع اثنان وسبعون تقسيم ثمانية بماذا نضرب العدد ثمانية فيكون الناتج لدينا اثنان وسبعون تسعة لماذا لأن تسعة ضرب ثمانية اثنان وسبعون احسنتم التمرين السامن ثلاثة وستون تقسيم تسعة بماذا نضرب العدد تسعة ليكون الناتج ثلاثة وستون سبعة أحسنتم سبعة ضرب تسعة ثلاثة وستون التمرين التاسع أربعون تقسيم ثمانية بماذا نضرب العدد ثمانية فيكون الناتج أربعون هيا فكروا قليلا بماذا نضرب العدد ثمانية أحسنتم بالعدد خمسة خمسة ضرب ثمانية أربعون وبالتالي أربعون تقسيم ثمانية خمسة التمرين العاشر والأخير أربعة وخمسون تقسيم تسعة كم الناتج هنا ستة لأن ستة ضرب تسعة أربعة وخمسون أحسنتم هذا كان واجبنا دمتم بأمان الله أعزائي الطلاب